مع استمرار محاولات التنصل من المسئولية وتقادف كرة الاتهامات بين الحكومة والبرلمان بشأن مسئولية تأخر صرف رواتب الموظفين تبقى حالة من الهلع وكوابيس لا تنقطع حول كيفية تأمين الطعام والشراب ومستلزمات العيش تخيم على حياة نحو 15 مليون مواطن عراقي 6 ملايين و 500 ألف شخص هم من الموظفين وأكثر من 8 ملايين آخرين من الكسبة الذين يعتمدون في استحصال رزقهم على أموال الموظفين الأرقام الحكومية تظهر حاجة البلاد لنحو 5 مليارات دولار شهريا لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين شخص في الوقت الذي لا تتجاوز فيه إرادات العراق من النفط حاجزت 3 مليارات و 400 مليون دولار بعد سنوات من سياسات مالية خاطئة اعتمدت فيها الحكومة على النفط كمورد أساسي لتمويل موازناتها عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودة اتهمت حكومة الكاظمي باستخدام ملف الرواتب بهدف ابتزاز البرلمان لإجباره على التصويت على قانون الاقتراض بصيغته المرسلة الممتلئة بالألغام والتي ستسير بالبلاد نحو الإفلاس أما عضو اللجنة المالية النيابية النائب أحمد مظهر قال إن الحكومة أساءت إدارة الأزمة المالية لسيما أن هناك أبوابا كثيرة تصرف فيها أموال الدولة بشكل غير صحيح مشيرا إلى أنها تحاول اتخاذ العجز المالي شماعة لتبرير فشلها ومع ديون داخلية وخارجية بلغت نحو 112 مليار دولار فإن كل القنوات المتعلقة بالاقتراض عدل أموال المكتنزة تقريبا جميعها استنفدت ونظرا لظروف العراق والمناكفات السياسية والاقتصادية فيه والوضع الأمني فإن الشروط التي ستفرضها الدول المقرضة ستكون قاسية بلا شك النائب صفاء الغانم عد تصريحات الحكومة بشأن اضطرارها للجوء إلى الاقتراض لدفع الرواتب حجة جنواهية مشيرا إلى أن نجاح تمرير الاقتراض الثاني في البرلمان هو بمثابة خيانة للأجيال كونه يمس صندوق الدخل القومي وهو ما أكدته لجان حقوقية بأن كل طفل عراقي سيولد مستقبلا سيكون بذمته دينا يقدر بثلاثة آلاف دولار ترجمة نانسي قنقر